اللغة هي أساس التعارف هي لغة الحديث بين الناس وما أجمل أن تكون اللغة الحديث باللغة العربية اللغة العربية هي لغة جميلة مليئة بالمرضفات المتنوعة مليئة بالكلمات مليئة بالمعاني ويمكن من حظ من يتعلم هذه اللغة أن يستمتع بالكثير من معاني اللغة العربية بالمفردات الرائعة بالصور البلاغية الكثيرة أحيانا يعني ينظر الجميع للغة العربية بأنها لغة صعبة وأنها لغة تحتاج الجهد الكبير ولكن صدقوني اللغة العربية لغة حبيبة ولغة إذا تعلمتها تشعر بثقة للشخصية ويكفي أن تتشرف اللغة العربية بأن القرآن الكريم نزل باللغة العربية في بيت لي الكل مشاهدين القاسم الرئيسي الذي يجمعنا هو اللغة العربية لغة الضاد وهذا هو موضوعنا في هذا اليوم في حلقة بيت لي الكل المحتوى العربي الرقمي على شبكة الإنترنت كم حجم هذا المحتوى وهل يخضع هذا المحتوى إلى منافسة كبيرة بين لغات العالم أجمع والتي أثبت علم اللسانيات بأن عدد اللغات في العالم يقع ما بين خمس آلاف إلى سبع آلاف لغة ونختلف في هذا الرقم لأن هناك ما يسمى باللهجات وبين اللغات لذلك سنتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن حجم المحتوى الرقمي على شبكة الإنترنت للغة العربية وعندما نتحدث عن هذا الموضوع ندرك في بيت لي الكل بأن اللغة تقود إلى المعرفة وبأن المعرفة تقود إلى القوة ولذلك علينا كدول عربية جميعا أن ندعم المحتوى الرقمي العربي على شبكة الإنترنت وأن ندعم أيضا جدوى هذا المحتوى إيمانا منا جميعا كشعوب عربية وكناطقين باللغة العربية بأن اللغة العربية هي أحد الأدوات التي بإمكاننا أن نمتلكها ونفرض بتلك القوة على العالم أجمع من ناحية المعرفة والاستثمار في طرح المعرفة ترجمة نانسي قنقر